حبا بكم في حلقة جديدة من مادة العلوم للصف السادس طبعا احنا بدأنا المنهج الاسبوع اللي فات مع الاستاذ ايمان وعرفنا ان المنهج بتاعنا بيبدأ في الوحدة الاولى بالكتلة والوزن العنوان الوحدة بتاعتنا الكتلة والوزن وما الفرق بين الكتلة وبين الوزن الكتلة هل هي ثبتة من مكان له اخر ولا بتتغير كذلك الوزن هل هو سعبت ولا بتغير واذا كان الوزن بتغير او في حاجة منهم بتغير نعرف سبب التغيير ايه حالة اللي فاتت مراجعة بسيطة كده عشان نتذكر بس مع بعض اللي حصل كان عنواننا الكتلة والوزن وعرفنا الكتلة المرة اللي فاتت وقلنا ان الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة وهذه الكتلة تقاس بوحدة قياس وهي الجرام يبقى وحدة قياس الكتلة تسمى الجرام فيه طبعا وحدة اكبر من الجرام اللي هي الكيلو جرام يبقى انا عندي الجرام وعندي الكيلو جرام الجرام وحدة صغيرة بنقيس بها الحاجات الصغيرة زي الدهب مثلا بنقيسه بالجرام تمام لكن عندي مثلا الفكهة البرتقال والطفاح بنقيسه بوحدة وهي الكيلو جرام يبقى اذا الكتلة مقدار ما يحتويه الجسم من مادة ووحدة قياسها هي الجرام او الكيلو جرام ايضا نييس الكتلة ازاي طريقة قياس الكتلة فيه انواع مختلفة من الموازين بنستخدمها لقياس الكتلة فيه اكتر من نوع ولكن اهمهم عندنا كم نوع من المثال عندنا الميزان زول كفتين الميزان زول كفتين كلنا عارفينه الميزان ده كلنا عارفينه اللي هو بنشوفه عند الفكهاني بيلاقيه انه هو ماسك بيجيب الفكهة يحطها في كفة وبيحط سقل من الحديد قدامها ما يعادل هذا الوزن يعني انا حطت طفاح مثلا يعادل تقريبا كيلو فبيحط قتلة من الحديد كيلو او اتنين كيلو او خمسة كيلو قطعة حديد ويوزن قدامها الفكهة يبدأ اسمه الميزان زوء الكفتين الميزان زوء الكفتين ليه عشان ليه كفتين اتنين واحدة بيبع عليها السقل اللي هو الحديد نفسه بما يعادل الوزن والتانية بحط فيها الفكهة او الحاجة اللي انا بوزنه يبدأ اسمه الميزان زوء الكفتين ده اول حاجة في عندي كمان الميزان زوء الكفة الوحدة فيه دوقتي حديثا الميزان ليه كفة واحدة الكفة دي بيبقى متوصلة بطريقة ما بمؤشر او بدجدل رقم تمام مؤشر او رقم انا بيبقى فيه عندي كفة واحدة بحط السقل بتاعي عليها المؤشر بيبدأ ينحرف بيبدأ يتحرك بيقف عندي كيلو عندي 2 كيلو عندي 5 كيلو يبقى الحاجة دي وزنها كتلتها الخمسة كيلو او اللي 2 كيلو اللي وقف عندها وساعات يبقى فيه شاشة ديجيتال شاشة رقمية تمام برضو نفس الوضع بحط السقل بتاعي بيطلع لي الرقم بتاعها دي تعادل وزن قدي ايه هل هي 500 جرام 700 جرام كيلو كيلو نص يعني بيديني الوزن بتاعه ده اسمه الميزان زو الكفة الواحدة يبقى انا عندي نوعين من الوزين الموازين باستخدمهم لقياس الكتلة نقولهم تاني الميزان زو الكفتين اللي بنشوفه عند الفكهاني والنوع التاني الميزان زو الكفة الواحدة وده برضو بنشوفه حاليا دلوقتي موجودة تقريبا في كل السوبر ماركت والحاجات اللي بنوزنها ده قياس الكتلة طيب هل الكتلة تختلف من مكان لاخر يعني هل الكتلة اللي موجودة هنا تختلف من مكان لاخر ده السؤال عايزين نعرفه اختلاف الكتلة طيب كتلة الجسم مقدار ثابت كتلة الجسم مقدار ثابت في اي مكان من الكون يعني انا وزنت انا كتلتك هنا مثلا 10 كيلو على سبيل المثال لو انا وزنته في اي حتة على الكرة الارضية هيطلع 10 كيلو هو هو يبقى الكتلة ثابتة ما بتتغيرش يبقى دي ملحوظة مهمة الكتلة الجسم مقدار ثابت في اي مكان في الكون طيب اذا كانت كتلة الجسم مقدار ثابت ايه بقى العلاقة اللي ما بين الكتلة والوزن الكتلة دي عرفناها المرة اللي فات الوزن ايه العلاقة بين الكتلة وبين الوزن ومين فيهم بيتغير ومين فيهم بيبدأ يتأثر بتأثر المكان نبدأ الاول ايه هو الوزن يعني ايه الوزن لما بنجي نعرف الوزن بنقول ان الوزن هو قوة جذب الارض للجسم قوة جذب الارض للجسم تمام؟ الجسم دي كتلة الأرض تجذبه بتأثير عجلة الجزبية الأرضية مقدار جذب الأرض للجسم ده هو ده اسم الوزن وتؤثر هذه القوة في اتجاه مركز الأرض يعني اتجاه الوزن بيبقى الأسفل في اتجاه مركز الأرض يبقى مرة تانية الوزن عبارة عن ايه؟ قوة جذب الأرض للجسم قوة جذب الأرض للجسم وتؤثر هذه القوة في اتجاه مركز الأرض يعني القوة دي التأثير بتاعها بيبقى في اتجاه مركز الارض تمام ده معنى الوزن طيب الوزن اللي ليه وحدة قياس اه ما هي الكتلة كان لها وحدة قياس انا مش قلنا الكتلة تقاس بالجرام او الكيلو جرام طيب الوزن بقى وحدة قياس الوزن اللي هي ايه تسمى النيوتن وحدة قياس الوزن تسمى النيوتن يبقى النيوتن ده وحدة قياس الوزن اقررناها بقى بالكتلة اللي وحدة قياسها ايه الجرام او الكيلو جرام عشان افرق ما بين الاثنين طب ايه هو النيوتن ده يعني النيوتن ده عبار عن ايه لو جيت عرفت النيوتن هنلاقي ان النيوتن هو وزن جسم كتلته ميت جرام النيوتن ده يعادل وزن جسم كتلته ميت جرام دي واحدة قياس الوزن يبقى مرة تانية الكتلة هي مقدار ما يحتوي الجسم من مادة تمام كده يقابلها الوزن قوة جسم بالارض للجسم اللي اتجاهها بيبقى في اتجاه مركز الارض ده من حيث التعريف وحدة قياس الكتلة الجرام او الكيلو جرام وحدة قياس الوزن تسمى النيوتن طب النيوتن ده بيعادل قدي بيعادل ميت وزن جسم كتلته كام ميت جرام طيب انا ايه ست الكتلة عن طريق حاجتين للسائلين ومنو تذكرهم كده يا اما الميزان زو الكفتين يا اما الميزان زو الكفة الواحدة دي طرق قياس الكتلة طب الوزن بقى لما جايس الوزن بقيس الوزن بايه ما هي طرق قياس الوزن او باستخدم ايه في قياس الوزن قياس الوزن بيستخدم ميزان اسمه الميزان الزنبوركي يسمى الميزان الزنبوركي ده بيستخدم في قياس وزن الجسم اسمه ايه تاني الميزان الزنبوركي هذا الميزان يقوم بتحديد مقدار التمدد في السلك الزنبوركي بسبب وزن الجسم الميزان الزنبوركي ده لما نشوف الشكل بتاعه هنجد ان الميزان ده عبارة عن انه هو بيبقى مسبت بحلقة ثم سلك زنبوركي بهذا الشكل عامل زي السوستة كده زي ما بنقول بينتيه في الاخر بخطاف كده يعني ده الشكل بتاعه عبارة عن الميزان عبارة عن سلك بيبقى سلك حلزوني زنبوركي حلزوني كده تمام وفي الاخر فيه هنا خطاف وفيه تدريج عليه فيه تدريج على الميزان هنا لما بجيب السوكل بتاعي وعلقه فإذا السلك بيتمدد بينزل لتحت بشوف انا بقى على التدريج ده مقدار التمدد قد ايه بشوف مقدار التمدد طلع مقدار التمدد يعادل 500 يعادل 600 يعادل كيلو يعادل 2 وهكذا يبقى ده اسم الميزان يبقى الزنبوركي ليه؟ لانه بيعتمد على السلك الزنبوركي وطريقة تمدده الطريقة اللي بيتمدد بيها اول ما بحط السوكل بتاعي هنا مثلا كده السوكل بتاعه ده اللي هو السوكل تمام؟ هنا فيه تدريج زي ما اتفقنا كده على الميزان فيه تدريج هنا كده فبيحصل للسلك ده عملية التمدد يبدأ السلك يتمدد هتبص لقى شكله بقى عامل كده مثلا كده ودي السوكل بتاعه هو زي ما هو بس هنا بقى الوضع اختلف بص كده معايا اشوف انا بقى مقدار التمدد ده على التدريج كام؟ يبقى انا كده بعرف الوزن من خلال مقدار التمدد اللي حصل على السلك نفسه عشان كده ده بنسميه زي ما نقول الميزان الزنبركي ليه؟ لانه بيعتمد على وجود سلك زنبركي او سلك حلزوني هذا السلك بيحصل له عملية تمدد لما بعلق السوكل فيه فلما بيحصل له عملية التمدد ديا بشوف مقدار هذا التمدد عندي على التدريج يعادل كام؟ هذا المقدار بتاع التمدد هو يعادل وزن الجسم يبقى اذا يقاس الوزن باستخدام زي ما نقول الميزان الزنبركي خلي بلاك انا هنعمل مقارنة بين الكتلة وبين الوزن احنا قلنا الوقت تعريف الكتلة وتعريف الوزن قلنا واحدة قياس الكتلة وواحدة قياس الوزن طريقة قياس الكتلة اللي هو الميزان زوكفتين او الميزان زوكفة الواحدة وطريقة قياس الوزن اللي هو الميزان الزنبورج فحنا كأننا بنعمل عملية مقارنة بين الكتلة وبين الوزن طيب أنا سألت سؤال من شوية قلت هل الكتلة بتختلف من مكان لآخر على كوكب الأرض أو في الكون قلنا لا الكتلة سابتة في أي مكان في الكون الكتلة سابتة قد الجهاز الجسم كتلته 10 كيلو جرام يبقى كتلته 10 كيلو جرام في أي مكان في الكون سواء في الأرض مش على الأرض جنب مركز الأرض بعيدة عن مركز الأرض أي أن كان من المكان يبقى الكتلة سابتة إيه وعتنسى المعلومة دي كويس أول طب تعال نشوف الوزن بقى هل الوزن يتغير بتغير المكان أو بمعنى آخر هل هناك عوامل تغير من الوزن وتؤثر فيه هل الوزن ده ممكن يتأثر بعوامل تانية سواء تزوده في مكان أو تقلله في مكان آخر خدت بالك أو تغير قيمته هل الكلام ده موجود تعالي نتعرف ده من خلال العوامل التي يتوقف عليها الوزن العوامل التي يتوقف عليها الوزن في الحقيقة أنا عندي ثلاث عوامل بتوقف عليهم الوزن أول عامل هو الكتلة أول عامل عندي كتلة الجسم هي برضو من الحاجات اللي بتأثر في الوزن وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة كتلته وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة كتلته يعني اذا الوزن بيزيد لما الكتلة تزيد الوزن بيزداد لما الكتلة بتزداد طب هنا في سؤال طب ايه العلاقة ليه ليه الوزن بيزيد لما الكتلة تزداد لان انا عندي علاقة بتحكم الكلام ده العلاقة بتقول ان الوزن يساوي الكتلة مضروبة في عجلة الجاذبية انا عندي علاقة رياضية بتقول ان الوزن يساوي كتلة الجسم مضروبة في عجلة الجاذبية الارضية ايه دي العلاقة اللي عندي طيب عجلة الجاذبية الارضية دي تكاد تكون ستة تقريبا ستة قيمتها تقريبا هي تسعة وتمانية من عشرة بنعملها للتقريب عشرة تقريبا كده بنقول ان هي تساوي عجلة الجاذبية تقريبا تساوي كام عشرة ده خيمة العجلة فتعتبر ستة يبقى انا دلوقتي هشوف كتلة الجسم اللي عندي واضرب كتلة الجسم في عشرة او مطلع وزن الجسم اللي مطلوب مني تمام كده يبقى اول عامل بيأثر في وزن الجسم هو مين الكتلة يبقى عشان كده قلنا نمر واحد كتلة الجسم وقلنا ان وزن الجسم على سطح الارض يزداد بزياد كتلته الوزن بيزيد لما الكتلة بتزيد ليه عشان الكتلة انا بضربها في عشرة فاذا الكتلة كده بتزيد لما الكتلة تزيد الوزن برضو يزيد عشان كده اتفقنا ان وزن الجسم يزداد بزيادة كتلته خلاص كده يبقى ادي اول عامل من العوامل اللي موجودة عندي وهي العامل ده اللي هو كتلة ايه الجسم نقوله مرة تانية كتلة الجسم هو عبارة عن وزن الجسم على سطح الارض الكتلة دي عبارة عن وزن الجسم على سطح الارض يزداد بزيادة الكتلة بتاعته كلما زادت الكتلة زاد الوزن كلما قلت الكتلة قل الوزن يعني الاتنين بيزيدوا مع بعض او الاتنين بيقلوا مع بعض يعني اذا هنا فيه علاقة طردية تناسب طردي طردي يعني ايه يعني بيزدادوا الاتنين مع بعض في القيمة او بيقلوا الاتنين مع بعض في القيمة يبقى اذا فيه علاقة طردية بين الوزن وبين الكتلة تمام كده يبقى العلاقة اللي عندي اللي انا هتعامل بيها واللي ممكن احسب بيها اي مسألة هتبقى العلاقة دي بتقول ايه? بتقول ان وزن الجسم عايز تحسب. وزن الجسم اضرب الكتلة بتاعته في عشرة. اضرب الكتلة بتاعته في ايه بقى? في عشرة. انت كده عرفت ايه? عرفت ان ان انا هضرب الكتلة في عشرة. بس عرفت العشرة ليه? قلت العشرة دي اللي هي تعادل عجلة الجاذبية العرضية. هي قيمتها بالضبط تسعة وتمانية من عشرة. فاحنا بنعربها الى رقم صحيح وهو العشرة. يبقى انا دلوقتي لو انا كتلتي مثلا خمسة كيلو. على سبيل المثال. كتلتي انا خمسة كيلو. عايز اعرف وزني كام? يبقى هضرب الخمسة في عشرة. يبقى اذا وزن يعادل خمسين. خمسة في عشرة بخمسين. او اعتنس بس خمسين ايه? خمسين نيوتن. بوحدة الوزن. نقول تاني. الوزن يعادل. الكتلة مضروبة في عشرة. اللي هي عجلة الجاذبية الارضية. طب انا كتلتي سبعة كيلو. دي الكتلة بتاعت الجسم بتاعي سبعة كيلو. عايز اعرف وزن الجسم كام? يبقى هضرب سبعة في عجلة الجاذبية. اللي هي العشرة. يطلع عندي سبعين. يبقى الكتلة سبعة والوزن سبعين. سبعين ايه? الكتلة كانت سبعة كيلو. الوزن سبعين ايبقى? سبعين نيوتن. اللي هو وحدة قياس الوزن. سبعين نيوتن. خدتبالك معي. يبقى في فرق بين الكتلة وبين الوزن. يبقى اول عامل بيقصر في وزن الجسم هو ايه تاني? كتلة الجسم. تعالي نشوف العامل التاني. العامل التاني اللي بيقصر في كتلة الجسم في وزن الجسم هو الكوكب الموجود عليه الجسم. الكوكب اللي الجسم موجود عليه. ده بيأثر برضو في الوزن. طب هنا هتقول لي ايه علاقة الكوكب بالوزن. تعال نتعرف على علاقة الكوكب بالوزن. كل ما كتلة الكوكب تزيد يبقى جاذبيته بتزيد. تاني كده لما الكوكب كتلته تزيد. يبقى جاذبيته تزيد. لما جاذبيته تزيد يبقى عجلة الجاذبية بتاعته اكبر. طبعا انت بتقولي الوزن عبارة عن ايه? الكتلة مضروبة في عجلة الجاذبية. طب عجلة الجاذبية زادت. يبقى اذا الوزن برضو هيزيد. نقول تاني العلاقة دي? تاني عامل بيأثر في وزن الجسم هو الكوكب اللي موجود عليه الجسم. ده العامل. طب ايه العلاقة بين الكوكب وبين الوزن? الكتلة بتاعت الكوكب لما تزيد جاذبيته تزيد. بما ان جاذبيته زادت يبقى وزنه هيزيد. لان الوزن بيساوي الكتلة مضروب فيه الجاذبية. عجلة الجاذبية. يبقى انا دلوقتي عندي الجاذبية زادت فبالتالي الوزن زاد. يعني برضو علاقة طردية. خلي بالك. احنا قلنا في اول عامل في قتلة الجسم تزداد لما الوزن برضو بيأخر بيزيد. يبقى فيه علاقة طردية بين الكتلة والوزن. ودلوقتي فيه علاقة طردية بين الكتلة وعجلة الجاذبية. عجلة الجاذبية بتختلف من كوكب لاخر. يعني جاذبية الارض غير جاذبية المريخ غير جاذبية الامر غير جاذبية المشترة غير جاذبية اعتارض وهكذا يعني اذا كل كوكب له جاذبية مختلفة عن الاخر طب الجاذبية بتاعته دي بتختلف بناءا على ايه بتختلف بناءا على كتلته كتلة الكوكب نفسه لانه الكتلة لما تزيد الجاذبية بتاعته تزيد تمام كده يبقى اذا الجاذبية بتختلف من كوكب لاخر بما ان الجاذبية بتختلف من كوكب لاخر يبقى اذا الوزن ايضا هيختلف من كوكب لا اخر يبقى الوزن متسابق يعني لما وزنك هنا على سطح الارض طلعت مثلا 60 كيلو ده وزنك 60 نيوتن وزنك هنا هل وزنك ده هيبقى هو هو اللي موجود على الامر هل هو هو اللي موجود على المشترة لا ليه لان عجلة جاذبية الارض غير عجلة الجاذبية على المشترة او غير الجاذبية اللي على الامر فاذا الوزن هيختلف باختلاف الكوك ولذلك بقى بنقول ايه ان وزن الجسم على سطح الامر يساوي او يعادل سدس وزنه على الارض تاني كده وزن الجسم على سطح الامر يساوي سدس وزنه على سطح الارض ليه لان جاذبية القمر تعادل سدس جاذبية الارض جاذبية الامر سدس جاذبية الارض خلي بالك بقى من المعلومة دي عشان هنحتاجها كمان شوية في الامسلية لما نيجي نقول يبقى دلوقتي احنا اتفقنا ان الوزن يتوقف على الجاذبية ويتوقف على الكتلة خلاص طب الكتلة سبتة ما تتغيرش لكن الجاذبية هي الا تتغير من كوكب لاخر او من مكان لاخر يبقى اذا الوزن هيتغير من مكان لاخر ايضا على سبيل المثال الجاذبية الارضية لها مقدار طب جاذبية الامر تعادل سدس جاذبية الارض سدس يعني واحد على سكة من جاذبية الارض يبقى اذا الجسم اللي وزنه هنا هيبقى ليه وزن معين لو عالامر نفس الجسم هيبقى فيه وزنه اقل لان جازبيه القمر اقل من جازبيه الارض يبقى العامل التاني اللي هو يقول الكوكب الموجود عليه الجسم نمرة ثلاثة في العوامل اللي بتأثر على الوزن هو البعد عن مركز الكوكب البعد عن مركز الكوكب قوة الجازبية الارضية تتناقص بابتعاد الجسم عن الارض يعني الجسم كل ما يبدأ عن الارض بقوة الجاذبية الارضية ملا بتتناقص تاني حاجة بيتأثر وزن الجسم بمقدار البعد عن مركز الكوكب وزن الجسم نفسه بيتأثر بالبعد عن مركز الكوكب يعني اذا الجسم لو انا وزنته عند مركز الارض هيختلف وزنه لو انا وزنته مثلا عند القطبين عند القطب الشمالي او القطب الجنوبي ليه؟ لان الجاذبية عند المركز تختلف عن الجاذبية عند القطبين يبقى اذا طرام الجاذبية اختلفت يبقى ايضا وزن الجسم هيختلف اذا هناك ثلاثة عوامل يتوقف عليها الوزن ثلاث عوامل يتوقف عليهم وزن الجسم نرجحهم تاني نمر واحد كتلة الجسم وده بيتناسب تناسب طردي مع الوزن كلما زادت الكتلة زاد الوزن كلما قلت الكتلة يقل الوزن تاني حاجة الجاذبية اللي موجودة عليها الكوكب الجاذبية اللي موجودة على الكوكب برضو بتؤثر في الوزن لان الكوكب لما بتزيد كتلته بتزيد جاذبيته فيزيد وزنه الكوكب لما تقل كتلته تقل جاذبيته فيقل ايه وزنه ده تاني عامل العامل التالت البعد عن مركز الكوكب الجاذبية بتبقى اكثر وبتزداد اكثر في جاذبية في منتصف الكوكب وتقل كلما ابتعدنا عن القطبين أو ابتعدنا عن المركز يبقى إذن الوزن نفسه هنا هيتقصر أعتقد كده نقدر نعمل مقارنة كاملة ما بين الكتلة وما بين الوزن لأن دي مقارنة مهمة جدا ومطلوبة مني عشان أعرف إيه الفرق بين الكتلة وإيه الفرق ما بين الوزن العلاقة والفرق ما بين الاثنين تعالوا نشوف هذه المقارنة لو أنا قرنت بين الكتلة والوزن من حيث التعريف قلنا إن الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة ده تعريف الكتلة الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم أنا بعمل مقارنة في التعريف قوة جذب الأرض للجسم والكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة طب بالنسبة لوحدة القياس عندي وحدة قياس الكتلة زي ما اتفقنا إما الجرام إما الكيلو جرام بينما وحدة قياس الوزن هي النيوتن دي وحدة قياس الوزن تسمى النيوتن طيب أداة القياس بقيس بايه قلنا في الكتلة يقص نستخدم الميزان زو الكفتين وساعات الميزان زو الكفة الوحدة ده في الكتلة أما في الوزن فبنستخدم الميزان الزنبوركي يبقى إذن ده الميزان زو الكفتين وده الميزان الزنبوركي يبقى أنا كده قرنت من حيث أداة القياس أداة القياس يعني أنا بستخدم ايه في قياس كل من الكتلة والوزن طب التأثير اتجاه تأثير الكتلة هل بيختلف؟ اتجاه تأثير الكتلة الكتلة ملاقش اتجاه لان المقدار ما يحتوي الجسم من المد ملاقش اتجاه فين اتجاه الكتلة؟ الكتلة دي حاجة قياسية انت بتقولي الكتلة خمسة كيلو سبعة كيلو عشرة كيلو ميت كيلو مقدار قياسي يعني بتقولي مقدار بس طبعا كده اذا ملاقش اتجاه لان ما فيش عندي كتلة بيبقى لا اتجاه مثلا جنوبا او شمالا او شرقا ملاش اتجاه ده بالنسبة للقطلة اما الوزن الوزن الاتجاه لانه بيؤثر في مركز الكوكب اتفقنا ان الوزن له اتجاه لانه بيعتمد على عجلة الجاذبية وعجلة الجاذبية تؤثر في مركز الكوكب اذا اتجاه الوزن هو بيكون نحو مركز الكوكب بينما الكتلة ليس لها اتجاه يبقى أنا كده قرنت من حيث اتجاه الكتلة واتجاه الوزن آخر حاجات تأثير تغير المكان هل الكتلة تتغير بتغير المكان؟ لا الكتلة سابتة وهنا بسألك علق ليه الكتلة ما تتغيرش بتغير المكان؟ لأن الكتلة يا مقدار ما يحتوي الجسم من مادة ولا تتأثر بالمكان اللي عندي عشان كده الكتلة سابتة بينما في المقابل بقى الوزن يتغير من مكان لآخر احنا اتفعنا ان وزن الجسم بيتأثر بالجاذبية واذا كانت عجلة الجاذبية بتتأثر من مكان لاخر على نفس الكوكب او من كوكب لاخر حسب الجاذبية يبقى اذا فيه تغيير للعجلة عجلة الجاذبية طيب ما فيه تغيير لعجلة الجاذبية يبقى فيه اذا فيه تغيير للوزن لان الوزن يعتمد على الكتلة مضروبة في مقدار عجلة الجاذبية يبقى عندي الكتلة سابتة ما بتتغيرش من مكان لآخر بينما الوزن يتغير من مكان لآخر على نفس الكوكب أو من كوكب لآخر وديني على كده مثال قلنا جاذبية الأرض لها قيمة تمام بينما جاذبية القمر تعادل سدس جاذبية الأرض يبقى جاذبية هنا اختلفت طالما الجاذبية اختلفت يبقى بالتاني الوزن هيختلف اعتمادا على العلاقة الرياضية اللي عنه اللي بتقول لي ان الكتلة ان الوزن يساوي الكتلة مضروب في عجلة الجاذبية اللي هي بتعتبر مقدار ثابت عندي في الكرة الأرضية يبقى لها دلوقتي قدرت ان انا اعمل جمع بين الكتلة وبين الوزن الجمع ده معناه بشوف ايه الفر بين الكتلة و ايه الفر ما بين الوزن ايه الفروق اللي ما بينهم و ايه الحاجات اللي متفقين بيها ما بين ده و ما بين ده نتيجة هذا الاختلاف بين الكتلة وبين الوزن و نتيجة العلاقة الرياضية اللي انا بديها لك اللي هي الوزن بتساوي الكتلة مضروبة في عشرة اللي هي عجلة الجاذبية نقدر نعمل علاقة رياضية على شكل مسلس بهذا الشكل كده نقول هنا الوزن لو انت عايز تحسب الوزن يبقى عليك ان انت تضرب كتلة الجسم مضروبة في عشرة و اتفقنا ان العشرة دي اللي هي تعادل عشان نبقى عارفين بس جاذبية الارض جاذبية الارض تقريبا تقريبا ليه لان قلت هي عبارة عن تسعة وتمانية من عشرة بالزبط يعني فهي تعادل جاذبية الارض عايز افكرك بحاجة اوعى تنسى وانت بتحل المسائل اللي على الوزن والكتلة ان الوزن وحدة قياسه تسمى النيوتن لازم التمييز وحدة قياس تسمى النيوتن وان الكتلة وحدة قياسه هيبقى اما الجرام او لو انت بتستخدم وحدات كبيرة يبقى الكيلو جرام تمان كده اوعى تنسى وحدات القياس لان وحدات القياس دي مهمة جدا انا بجي احسب الجسم اللي عندي واشوف يأما بيحسب الكتلة يبقى في الاخر بقول انا عندي جرام او بقول عندي كيلو جرام طيب لو انا نفرض دلوقتي ان هذه العلاقة الرياضية اللي قدامي ديا بيجيلي عليها مسألة طبعا لما بيجيلي مسألة يعني هيجي يقول لي مثلا احسب وزن جسم على سبيل المثال احسب وزن جسم كتلته خمسة كيلو جرام على سطح الارض عايز احسب وزن الجسم اللي كتلته خمسة كيلو جرام على سطح الايه الارض طيب لما بجي حل اي مسألة وهنا بقى لازم نتذكر كويس اول اللي هقوله ده اي مسألة علشان نحلها عندنا في المنهج سواء السناني او السنين اللي جاي في عمرك كلها المسألة لها خطوات اي مسألة عشان تنحل اولا لازم اكتب القانون القانون اللي هو العلاقة الرياضية اللي انت هتطبعه يبقى نمرة واحد لازم اكتب القانون نمرة اتنين قد اعوض عن المعطيات اللي في القانون ده اعمل عملية التعويض يعني احط كل رقم في مكان وبعدين اعمل العملية الحسابية سواء ضربة او جامعة او اسم ايا كانت بقى تمام كده هيطلع عندي ناتج لابد من ذكر وحدة القياس يبقى طرق حل اي مسألة عندي في المنهج كتابة القانون اولا التعويض ثانيا الناتج ووحدة القياس دول اربع حاجات اساسية في اي مسألة انا بحلها تمام كده نرجع المثال بتاعي بيقول لي حسب وزن جسم كتلته 5 كيلو جرام هو عايز الوزن تمام يبقى نهبت في الاول خالص القانون بتاع الوزن القانون بيقول ايه الوزن يساوي كتلت الجسم مضروبة في عشرة ليه قلت عشرة لانه هو قال لي ان الجسم على سطح الايه الارض وانا قلت الجاذبية على سطح الارض تعادل عشرة خلاص نعوض كده انا كتبت القانون نعوض كتلة الجسم في المسألة كام خمسة يبقى خمسة في عشرة طيب خمسة في عشرة كام بخمسين ده المقدار اللي عندي انا بحسب مين الوزن يبقى لابد من ذكر وحدة قياس الوزن اللي هي مين النيوتين يبقى ازا هتساوي خمسين نيوتين يبقى انا كتبت العلاقة الاول ثم عوضت في القانون اللي عندي ثم استخرجت الناتج اللي موجود وكتبت وحدة القياس يبقى انا كده ده المثال لو قال لي احسب الوزن طب ممكن يجي يقول لي احسب الكتلة اه ممكن يجي يقول لي احسب الكتلة معنا مش شرط انا عندي مجهولين عندي الوزن وعندي ليه الكتلة فممكن يجي لي مثال تاني ويقول لي احسب ايه الكتلة طب تعالى ناخد مثال تاني بيجي يقول لي مثلا ايه جسم على سبيل المثال وزنه على سطح الارض اه ستين نيوتين احسب كتلته شوف هنا بقى هو هنا عايز الكتلة خلاص الدني الوزن يبقى زي ما اتفقنا نكتب القانون الاول كتلة الجسم هتساوي ايه هتساوي الوزن على عشرة طيب وزن الجسم كام ستين على عشرة يبقى تطلع ستة كيلو جرام ستة كيلو جرام يبقى انا كده حسبت ايه حسبت كتلة الجسم طلعت كتلته بالزبط ستة كيلو جرام يبقى المطلوب هنا اولي هرجع اقوله تاني هنا علشان نخلي بالنا منه كويس جدا ان انا عندي كتلة وعندي وزن بقى ابدأ اتعامل معاهم كعلاقة رياضية اذا طلب مني الكتلة بقى اسم الوزن على عشرة اللي هو عجلة الجاذبية اذا طلب مني الوزن يبقى بقى بضرب جسم في عشرة طيب جسم كتلته على الارض ستين كيلو دي كتلته ستين اهو يبقى وزنه هضرب ستين في عشرة طب لو انا عايزه على الامر اه يبقى هضرب في سودس عشان جاذبية الامر زي ما اتفقنا انها تعادل سودس جاذبية ايه الارض يبقى انا خلي بالي كويس جدا انا دلوقتي لما بحسب الكتلة او من لما بحسب الوزن بحسبه فين على اي كوكب وجاذبيته كام طبعا جاذبية الارض اتفقنا انها هنحفظها عشرة خلاص لانها تعتبر مقدار ايه سابق لكن لو انا عايز وزن الجسم مثلا على المريخ يبقى لازم انا اقول لك جاذبية المريخ كام عشان تعود في القانون او جاذبية عطار خطبها لك معايا يبقى الجاذبية هي اللي هتبقى مختلفة من كوكب الى كوكب اخر نتيجة هذا الاختلاف انا هقول لك الجاذبية على هذا الكوكب تبقى الدين تمام كده يبقى عرفنا الفرق بين الكتلة وبين الوزن وده شيء وموضوع مهم جدا في الدرس الاولاني اللي عندنا اتمنى نكون فهمنا اللي قلناها المعارضة ونشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله